انطلقت اليوم أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لمدينة رأس غارب الصحية شمال البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر الدكتور أحمد الصاوي أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان ب255 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 34 فحصا معمليا و3 فحصات بالآشعة والصنار كما تم إجراء 27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة